وضعت منطقة اليورو الخميس لمسات الأخيرة على خطتها لمساعدة المصارف الإسبانية التي ستطالب بها مدريد في بداية الأسبوع المقبل فخلال اجتماع لوزراء مليئة منطقة اليورو في لوكسنبورغ شركت في مديرة صندوق النقد الدولي كريستي لاغارد بحث الوزراء وإجراء تعديلتنا خلال خطت المساعدة للمصارف الإسبانية أملا في تهديئة الأسواق وتفادي تفشي أزمة المديومية وعقب الاجتماع كشف رئيس وزراء لوكسنبورغ ورئيس مجموعة اليورو جون كلود يونيكر أن إسبانيا ستقدم رسميا طلب الحصول على حزمة قروض إنقاذ لقطاعها المصرفي من الاتحاد الأوروبي بحلول الاثنين القادم وأضف يونيكر أن المساعدة سيقدمها صندوق المساعدات الأوروبي ثم مالية الاستقرار الأوروبي التي ستبدأ العمل اعتبارا من الأول من تموز المقبل تصلحة يونيكر تأتي عشية قمة مصغرة لقادة الاقتصادات الأربع الكبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا القمة التي تعقد اليوم في روما تهدف إلى تقريب مواقف قادة الدول الأربع من عجل تسوية أزمة اليورو قبل القمة الأوروبية المقررة نهاية الشهر الجري في بروكسلا اشتركوا في القناة